وهذا يقول قال الله تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ما تفسير هذه الآية الآية تشتمل على أمرين الأمر الأول الغض من الأبصار بمعنى أن الإنسان لا يرسل نظره إلى ما حرم الله عز وجل فلا ينظر إلى النساء ولا ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه لأن ذلك يزرع الفتنة في قلبه ويجره إلى الفساد يجب عليها أن يغض بصره عن الحرام النظر إلى المرأة النظر إلى الصور النساء لأن المصيبة اليوم والفتنة عظمت صارت النساء والجميلات يصورنا على الجرائد والمجلات وقد تعرض صورهن في أفلام وتصل إلى البيوت وإلى الأمكنة المختلفة فالفتنة اليوم عظيمة فعلى الإنسان يغض بصره عن كل ما حرم الله سواء امرأة أو صورة أو كل ما يؤدي إلى الفتنة والأمر الثاني ويحفظ فروجاً أمر الله بحفظ الفروج عن الفاحشة لأن الفروج أمانة عند المؤمنين يجب عليهم أن يحافظوا عليها ولا يكونوا أماناتهم إلا فيما أباح الله لهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين فيحفظوها من الفساد ويحفظوها أيضاً من الانكشاف وأن لا يبدو عوراتهم كل هذا من قطع وسائل الفتنة والطرق الموصلة إليها لأن النظر وسيلة وسهم من سهام إبليس يوصل إلى الفتنة وكذلك أمر الفروج والتعري والسفور الذي ابتلي به كثير من النساء هذا مما يسبب الوقوع في الفتن والفواحش والعياذ بالله فالمسلمون المؤمنون مأمرون بغض أبصارهم وبحفظ فروجهم كما قال الله تعالى ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون فهو سبحانه وتعالى يعلم ويطلع على الذي لا يغض بصره وعلى الذي لا يحفظ فرجه وسيجازيه أشد العقوبة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى